بي ففتيتو وقاعدة صواريخ تحت الأرض مواجهات ردع بين واشنطن وطهران تركيا تهادن فرنسا وتصعد شرق المتوسط ودراسة تكشف كيفية تأثير الشبكات التركية في الداخل الأوروبي أهلا بكم مشاهدين إلى هذه الساعة المفصلة والتحليلية في رابع انتشار من نوعه وفي استعراض قوة جديد نقل الجيش الأمريكي طائرتين قاذفتان في البي ففتيتو أمريكيتين تحلقت إلى الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر رسالة ردع حتمية لطهران وإظهار الالتزام الجيش الأمريكي المستمر بالأمن الإقليمي وسط مخاوفة من أن إيران ربما لا تزال تسعى للرد على قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس حملة الردع الأمريكية هذه لا تهاون فيها فيما تظل التوترات عالية قبل أقل من أسبوعين من تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه وعلى الجانب الآخر تكشف طهران عن قاعدة صواريخ تحت الأرض على سواحلها الجنوبية ترجمة نانسي قنقر ورغم ما تعانيه من أزمة اقتصادية ناجمة عن سياسة الضغط القصوى التي مارستها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصرح المرشد علي خامنائي بأن طهران غير مستعجلة لعودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي إيران ليست على عجلة من أمرها لرؤية الولايات المتحدة عائدة للاتفاق النووي ولا تصر على ذلك مطلبنا المنطقي والعقلني هو رفع العقوبات التي أعاد ترامب فرضها بعد الانسحاب من الصفقة عام 2018 نحن نتحدث عن حق سرق من الأمة الإيرانية إذا رفعت العقوبات فإن عودة الأمريكيين ستكون منطقية خامنائي طالب أمريكا برفع العقوبات وفي المقابل قال إن منظومة الصواريخ غير قابلة للمساومة التصعيد الإيراني الكلامي الاعتيادي يأتي قبل أيام من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وفي ظل مطالبات في واشنطن ودول أوروبية بتوسيع الاتفاق النووي مع إيران ليشمل برنامج إيران الصاروخي المهدد لجيرانها اشتركوا في القناة من لندن ينضم إلينا وجدان عبد الرحمن الباحث في الشأن الإيراني لمناقشة هذا الموضوع وأهلاً وسهلاً بك معنا سيد وجدان إلى هذه الساعة هل ما زالت المخاوف حتى الآن مستمرة بأن يكون هناك رد من قبل إيران على مقتل قاسم سليماني؟ مساء الخير لك تعالوا لمشاهديك الكرام المشكلة الأساسية أن إيران هي من تستمر باستفزازاتها إما في العراق وإما من خلال نصب أو الصواريخ الإيرانية على ضفاف الخليج العربي وأيضاً التهديدات الإيرانية للدول العربية وأيضاً لإسرائيل الخطوات التي تتخذها إيران بما فيها موضوع الملف النووي وإنتاج إيران نسبة العشرين في المية وأيضاً الإعلان بأن إيران لديها الإمكانية تخصيب اليورانيوم بنسبة تسعين في المية هذه كلها استفزازات تعطي المبرر لترامب وإن كانت لديه فرصة قليلة في البيت الأبيض ألا أن كل هذا رائع بدلاً إيران أن تخفف من حدة التوتر ولديها كان الإمكانية أن تخفف هذا التوتر في المنطقة وهذا التصعيد الموجود ألا أن التصريحات الإيرانية هي من تزيد خطر المواجهة تصريحات مسؤولين الإيرانيين بأن استهداف الولايات المتحدة الأمريكية أو استهداف المسؤولين من الولايات المتحدة الأمريكية كل هذه الأمور هي تعطي المبررات ما يزيد الأمر خطورة تهاني هو تصريح نانسي بلوسي حينما أعلنت بأنها أرسلت برسالة لكونغرس الأمريكي بأن لا يعطى الرمز أو السر القنابل النووية لتعبوها لدولد سيد وجدان هي تحدثت مع رئيس الأركان وقالت له بأن لا بد أن يكون هناك أي تصرف لرد عن رئيس دونالد ترامب من استخدام أمر عدائي أو استخدام القنبلة النووية أرجو أن تبقى معي الآن فقط سأنوه إلى هذه الصور مشاهدين التي تظهر الآن أمامكم على الشاشة هي صور لانفجار محطة وقود في منطقة تاجراء شرق العاصمة الليبيا طرابلس إذن هذه صورة لانفجار محطة وقود في منطقة تاجراء شرق العاصمة الليبيا طرابلس حتى الآن هذه الصورة المتداولة فقط نحاول أن نعرف مزيد من المعلومات وبالطبع سنوافيكم بها في حينها أعد إليك من جديد سيد وجدان سيد وجدان أنت قلت نقطة مهمة ولكن الآن من ممكن يشعل شرارة الحرب من ممكن أن يتحركش في الثاني يعني ترامب لديه العديد من الحجاج إيران حتى في فترة التي حذر فيها ترامب إيران من عدم التحرش بالولايات المتحدة الأمريكية أيضا قامت بتفجيرات للأرتال الأمريكية في جنوب العراق وهذا هو يكفي لترامب أن يريد على هذه الاستفزازات أضافة إلى ذلك وأهم من كلها تصريح وكالة الطاقة الدرية الإيرانية بأنها تمتلك نسبة 90% وترامب أعلن منذ البداية وقبل حتى مجيء إلى البيت الأبيض أعلن بأنه سوف لن يسمح لإيران بامتلاق قنبلة نووية وتصريح إيران يؤكد بأن إيران لديها إمكانية صنع القنبلة نووية فعليه أن يريد أو عليه أن يلتزم بوعوده ويمنع إيران من امتلاكها قنبلة نووية لذلك هذا لا يستبعد أن يقوم ترامب بالفعل لاستهداف بعض المواقع وخاصة المواقع النووية منها فوردو وأيضا نتانس طيب هل هناك أي مؤشرات الآن لأن تكون هناك هجمات إيرانية على المصالح الأمريكية في العراق هل هذا وارد في هذه الأيام الأخيرة لرئاسة رئيس ترامب أعتقد خلال هذه الفترة وخاصة بعد زيارة عبد الرضا عبيداوي إلى العراق وهو مسؤول كبير في فيلغ القدس الإيراني شاهدنا وهناك تخفيف أو قلة حدة التوتر ما بين الميليشيات التابعة لإيران أو الميليشيات الموالية واستبزازها للولايات المتحدة الأمريكية أو للتواجد الأمريكي في العراق ألا أن التحرك الإيراني نغل الصواريخ وخاصة في جنوب هناك العديد رصدوا التحركات الإيرانية في جنوب في مناطق الأهواس وأيضا على ضفاف الخليج العربي هناك تحركات كبيرة لإيران أضاف إلى التهديدات اللفظية التي يقوم بها بعض المسؤولين الإيرانيين هذه التحركات وأيضا حتى قرصنة ناقلة النفط الكورية الجنوبية هي تأتي في ظل هذه المتفزازات يعني وزارة الدفاع الأمريكية كان لها تصريح تقول هناك رصد لمستويات متزايدة للأنظمة الدفاعية الإيرانية تحت أي بند ممكن أن يقرأ مثل هذا التحرك من جانب إيران؟ هذا أولا الأمر الآخر هل بالفعل الرئيس دونالد ترامب بإمكانها أن يقدم على هذه الخطوة حتى يكون الملف الإيراني كأمر واقع مفروض على الرئيس بايدن أن يتعامل معه بعد أي ضربة عسكرية قد تحدث؟ أولا فيما يتعلق بسؤالك الأول هذه التعزيزات أتت في مناطق حساسة جدا تتخوف على إيران هو مفاعل نطانز وأيضا مفاعل فوردو كانت هناك تعزيزات كبيرة في هذه المنشآتين وتم تحصينها بصواريخ مضادة للدفاع عن هذه المنشآت أما الأمر الثاني نعم هذا وارد جدا وإذا ما تابعنا تصريحات بني غانتز وزير الدفاع الإسرائيلي حينما قال بأنه نتوقع أن يكون هناك حدثا كبيرا في اليوم الأخير من وجود ترامب في البيت الأبيض وأيضا حث نتانيوهو ترامب أخذ موقف اتجاه إيران وتصريحات نانسي بيلوسي أيضا تؤكد بأن كما يبدو هناك أيضا نية لترامب أن يقوم بضربة للمنشآت الأيام الأخيرة سيد وجدان نحن نتحدث عن يوم الثامن عشر أو التاسع عشر من هذا الشهر الجاري صحيح وهي لم تقصنا إلا أيام قليلة ولهذا التحركات القائمة حاليا في الخليج وإغلاع الطائرات العسكرية في هذه المنطقة والتصريحات المتبادلة ما بين المسؤولين والتهديدات القائمة هي مؤشر وللأسف إيران أعطت هذه الضرائع بالنسبة لشعال المنطقة وهذا ما يبحث عنه ترامب والحجة التي يبحث عنها بأخيرات بيد ترامب طيب إذا افترضنا أن مثلا حسب التصريحات الآن التي تأتي من الولايات المتحدة إذا بالفعل تم عزل الرئيس ترامب في أيامه الأخيرة من الرئاسة هل ممكن إيران عفوا هل ممكن إسرائيل تقدم على ضربات مركزية في الداخل الإيراني كما حدثت في السابق ولم تتجرأ إيران على الرد عليها أو حتى التصريح بأنها إسرائيل إذا ما تابعنا تصريحات أحد الوزراء اللي هو من مجموعة بن يمين نتانيوه حينما قال على إسرائيل أن تقدم على الخطوة التي اتخذتها في 81 و2007 ويصد فيها مفاعل الإيران وأيضا مفاعل سورية في دير الزور هذا اللي تفضلت في تهاني هذا هو أيضا ضمن الأهداف الإسرائيلية لكن المشكلة الأساسية التي تواجهها إسرائيل بما يتعلق بموضوع ملف نوو الإيراني أن هذه المفاعل وخاصة مفاعل فوردو والآن إيران هي ركزة حول فوردو وتم نغل كل تورانيوم بالنسبة 4.5 إلى هذه المحطة لأنها محص شديدة التحصين ولا يمكن لإسرائيل بمفردها تستطيع أن تصل إلى هذه الإهداف هذا فوردو لا يمكن الوصول إلى تدميرها إلا من خلال الولايات المتحدة الأمريكية وهي الوحيدة التي تمتلك هذه السلاح لتدمير هذه المنشأة لذلك لا أعتقد أن إسرائيل تقدم على خطوة من دون إذن الولايات أو دون علم الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون إسرائيل أن تضرب بعض الأهداف وأيضا تجعل إيران أن يرد ومن ثم تتدخل الولايات المتحدة هذا وارد طيب في بداية الحديث كانت كل الأخبار تقول بأن الولايات المتحدة تقول بأنها لن تسمح لإيران بأن تمتلك القنبلة أو الأسلحة النووية ولكن كانت التصريحات الأمريكية في شهر نوفمبر الماضي كانت تتحدث وتقول بأن إيران اقتربت من التقنية أو التكنولوجيا التي تمكنها من يعني تمكنها من بالفعل تصنيع القنبلة النووية يعني هذه التصريحات المتضاربة كيف يمكن التأكد من صحتها إيران وصلت إلى هذا المستوى من التقدم التكنولوجي أم هي فقط مضاربات إعلامية مثلا على وسائل التواصل أو على الصحف الرسمية أيضا إيران امتلكت قدرة تقصيب اليورانيوم إلى نسبة 20% قبل 2015 ولهذا أتى الضغط الدولي على إيران لتراجع من هذه النسبة أولا هي المشكلة الأساسية في تقصيب اليورانيوم هي ما بين الثلاثة فاصل سبعة وستين إلى عشرين في المئة المشكلة والتعقيد الأساسي في هذه الفترة يعني حينما تصل إلى قدرة إنتاج عشرين في المئة فالوصول إلى التسعين في المئة أيضا بيكون سهلا في حالة امتلكت إيران أجهزة طرد مركزي متطور وهذا ما تسعى إليه إيران وهي أجهزة طرد إير سيكس تبحث عنها وتريد أن تمول وكالة الطاقة الذورية الإيرانية من قبل الحكومة لكي تقوم بإنشاء المزيد أو تطوير المزيد من هذه الأجهزة لكن في الوقت الحالي إيران لا تمتلك هذه القدرة المالية ولا تمتلك هذه القدرة التقنية التي تستطيع توليد أو إنتاج عدد كبير من هذه الأجهزة ما زال أمام إيران وقت إلا أن إيران امتلكت هذه الخبرة وهي بالفعل يعني خطر كبير للمنطقة ويجعل المنطقة أن تتجه نحو التسلل وهذا لا تريد الدول العظمى هل ممكن بأن إيران تقدم على أي عمل في تهديد للولايات المتحدة يعني تستفز الولايات المتحدة بمعنى أصح حتى تحقق مكاسب في الانتخابات المقبلة إيران لا تمتلك قدرة الرد ولا تستطيع استبزاز الولايات المتحدة الأمريكية ولن تخدم على ذلك على الإطلاق لأن إيران سيكون الرد الأمريكي ردا قاسيا على إيران إيران مجرد كل تصريحات هي بروبوغاندا ودعاية إعلامية لتهديد الولايات المتحدة طب ميليشياتها يا أستاذ وجدان وميليشياتها في العراق يعني حتى اليوم بعد أن فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على فالح الفياض قالت الميليشيات الإيرانية في العراق بأنه أكبر يعني هي تريد إخراج القوات الأمريكية من العراق فبالتالي هذه ليست المرة الأولى أن يأتي هذا التصريح ويتبعه بعد ذلك عمليات عسكرية يعني عمليات ميليشيوية تهدد السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء قد يكون هذا وارد بالفعل؟ التهديدات تهاني تهديدات وأيضا حتى إطلاق بعض القذائف إن كان على محيط السفارة الأمريكية أو حتى على مطار بغداد الدولي مكان تواجد القوات الأمريكية هم يعرفون تماما أين تطلق هذه الغاذفات وأين تطلق هذه الصواريخ نعم الميليشيات الموالية لإيران لديها اليد الطولة في العراق وهي تتحكم بمصير العراق السياسي والعسكري والأمني والحدود العراقية أقلب الحدود العراقية من الجانب الإيراني هي بيد الميليشيات العراقية والحكومة لا يمكنها الوصول إلى هذه الماكن نعم هذه الميليشيات لديها القدرة ولديها الإمكانية لأنها ما زالت تحت السيطرة من قبل الحكومة الإيرانية ولكن إذا ما أرادت استهداف القوات الأمريكية بالفعل تستطيع من خلال هذه الميليشيات والتهديد قائم شكرا جزيلا على كل هذه الإضاحات من لندن كان معنا وشدان عبد الرحمن الباحث في الشأن الإيراني شكرا جزيلا بما نحن نتحدث مشاهدين حول إيران هذا الخبر العاجل بأن تويتر يغلق حساب خامنائي باللغة الإنجليزية بسبب تغريدة تحوي معلومات كاذبة عن لقاح كورونا هذه آخر الأخبار العاجلة التي تختص في الشأن الإيراني في الذكرى الأولى لكارثة الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها نيران الحرس الثوري الإيراني طالبت الدول التي لقي مواطنوها حتفهم في الحادث بتحقيق العدالة والتأكد من أن تقدم طهران تعويضات كاملة لأسر الضحايا عام مضى على إسقاط الحرس الثوري الإيراني لطائرة الخطوط الجوية الأوكرانية ولا تزال الحقائق غائبة حول هذه المأساة الدول التي لقي مواطنوها حتفهم بسبب الكارثة الجوية طالبت إيران في بيان مشترك بتحقيق العدالة ومحاسبة المتسببين في الحادث كما طالبت بالتأكد من أن تقدم طهران تعويضات كاملة لأسر الضحايا والدول المتضررة أوكرانيا وفرنسا وكندا وبريطانيا والسويد أصروا في بيانهم على أن تقدم إيران تفسيرا كاملا وشاملا للأحداث والقرارات التي أدت إلى إسقاط الطائرة بشكل مروع الرئيس الإيراني حسن روحاني وبمناسبة الذكرى الأولى لإسقاط الطائرة كرر ما أعلنته إيران سابقا بأن الحادث وقع بسبب خطأ فردي لكنه اعتبره أيضا ناتجا عن سوء تدبير جماعة دون أن يشير إلى تلك الجماعة وتأتي الذكرى الأولى على الحادث بينما تواصل غالبية أسر الضحايا موقفها الرافض قبول تعويضات رصدتها الحكومة الإيرانية ضمن موازنة العام المقبل فضلا عن ضغوط تمارسها الأجهزة الأمنية على الأسر الرحلة بي إس إثنتان وخمسون وضحاياها البالغ عددهم مائة وستة وسبعين شخصا التي أسقطت بصاروخ تقول إيران إنه أطلق بالخطأ ما تزال ملفا شائكا يوتر العلاقة مع النظام في إيران وعدد من الدول المعنية بالكارثة على صرحان المشاهدين نتوقف مع هذا الفاصل ومن ثم نعود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لأننا قادرون على المتابعة والتغطية الحية والفورية على مدار الساعة لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصر لأربع وعشرين ساعة أصبحنا الحدث ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم مشاهدين من جديد بعد هدوء نسبيا الطبع العلاقات المتوترة منذ أشهر بين اليونان والتركيا عادت أنقر إلى صب الزيت على النار من خلال إصدار أنقر لإندارين بحريين جديدين من أجل إجراء مناورات عسكرية بشمال وشرق بحر إيجا خلال الأسبوعين المقبلين وفي ذروة توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الأوروبية أعربت تركيا استعدادها إعادة العلاقات إلى طبيعتها مع فرنسا متحدثة عن خريطة طريق وضعت مع باريس وسائل إعلام غربية دأبت على التحذير من شبكات أردوغان الأوروبية وتأثيراتها الداخلية في هذه الدول وبدأ واضحا أن الحكومة التركية تستخدم ما تملكه من أوراق داخل المجتمعات الأوروبية تتمثل في لوبيات سياسية ودينية ومدنية أيضا دخلت حكومة حزب العدالة والتنمية في برنامج لبناء شبكات تأثير سياسي وديني ومجتمعي داخل أوروبا من خلال عدد من المنظمات يغلب الطابع الديني على هذه الكينات التي تلعب دورا مهما في التواصل مع الجاليات التركية في الدول الأوروبية الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية وتتوزع فروعه في أغلب الدول الأوروبية التي تضم مسلمين من أصول تركية ويسيطر هذا الاتحاد على نحو 350 مسجدا في عموم فرنسا اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين هذا هذه المنظمة تعتبر أقرب إلى لوبي يعمل لصالح حزب العدالة والتنمية حزب المساواة والعدالة في فرنسا ويعد امتدادا لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا شبكة تضم أكثر من مائة ألف رائد أعمال من أصل تركي موزعين بين فرنسا والنمسا وبلجيكا ونصفهم في ألمانيا كما توظف أنقراء الكيانات الأوروبية الدينية التابعة لها في السيطرة على الجاليات المسلمة وتلعب هذه الكيانات الموالية لتركيا في أوروبا دورا كبيرا في دعم أردوغان وحكومته داخل البلاد كيف مقدمة دعما سياسيا كبيرا لأردوغان وحزبه لا سيما خلال الاستحقاقات الانتخابية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سياسيا في جامعة كوية الدكتور سربست النبي أهلا بكم ضيوفي الكرام سأبدأ من اسطنبول سيد أكتاي ما هو الغرض الأساسي من إنشاء كل هذه الجمعيات التي تتغلغل في الداخل الأوروبي لتركيا تحية طيبة مساء الخير أولا أتحفظ على أسلوب والتقرير الذي تم عرضه قبل قليل في بداية البرنامج وكثير من النقط فيه أولا لماذا نصف هذه الجمعيات بأنها شبكات صرية غير قانونية أو لماذا نصف هذه الحالة كأنه التواغل يا سيدة الكريمة العلاقات التركية الأوروبية تمتد إلى القرون وليس إلى سنوات أو أقود بل قرون وكثير من هذه الدول كانت تابعة لإستنبول تدار من إستنبول دول البلقان وحتى إلى الحدود الألمانية يعني ما أريد أن نقول أن تاريخ العلاقات طويلة وعميقة ومتجزرة والتواجد التركي إذا نعود في عصرنا يعني في وقتنا هناك متجزر متعمق تاريخي على سبيل المثال أكثر من أربعة ملايين أتراك في ألمانيا حوالي أكثر من مليوني أتراك في فرنسا وما إلى ذلك يعني عدد الأتراك في دول الأوروبية يتجاوز ستة ملايين حسب التقطيرات وربما نصف منهم يمتلكون الجنسية المزدوجة أقصد التركية الألمانية ومن الطبيعة تكون لهم تشكيلات وجميعيات مؤسسات وحتى اللوبيات هذا ليس عيب أو ليس خارج عن القانون النظام الأوروبي أو الغربي يسمح لوجود مثل هذه التشكيلات هذه الجميعات وما إلى ذلك ومن الطبيعة أن تمارس هذه الجميعات ضغوطا لأجل مصالحها أو لأجل مصلحة الدولة الأم وما إلى ذلك كل هذه مشروعة ما دم أن تبقى في إطار القانون والتسطور لتلك البلدان ومن الطبيعة أن تكون لحزب الحاكم التي تمثل الكتلة الشريحة أكبر الشريحة في تركيا امتدادات له في أوروبا والصلة وروابط وما إلى ذلك أنا أعتقد هذه أمور طبيعية ولازمة لماذا نستغرب هذه الأمور؟ بل هناك نقص مثل هذه التشكيلات وهناك حاجة إلى زيادة النفوذ وتواجد هذه الجميعات سنسمع الآراء أيضا الأخرى تنشط بما هو كفاية لأجل مصالحها ولأجل مصلحة البلد الأم نعم طيب هذه الفكرة سأنقلها إلى سيد سربست نبي سيد دكتور سربست هل هذا أمر طبيعي بالنسبة للتغلغل الذي تتحدث عنه هذه الدراسة بالنسبة لتركيا داخل المجتمعات الأوروبية؟ وكما يصفه أيضا سيد أكتاي مساء الخير مساء النور الطريقة التي تحدث بها ضهفك في إسطنبول والمسكنة والوداع التي أظهرها يكاد يدفعني للانضمام إلى الزئاب الرمادية يعني وتلك الجمعيات في اتحاد الأوروبي واقع الحال لو تعرفي حقيقة مثل هذه التنظيمات التي نشرت جرائد وصحف مثل حرية ديلي نيوز تقرير حول تجسس الأئمة الأتراك على معارضي أردوغان ونشر فورين بوليسي بمارس 2017 أن شبكة أردوغان الدولية للتجسس تتشكل من أئمة المساجد وأن الاتحاد الإسلامي التركي ديتيب هو مرتبط بهيئة الشؤون الدينية ديانات المرتبطة أيضا بالرئاسة التركية مباشرة وتشرف على 900 مسجد وتقوم بأعمال تجسسية واستخباراتية لصالح أجهزة الأمن التركية بملاحقة معارضي رئيس التركي والمعارضين الأتراك الأكراد لو تسمعين ما كتبته صحف النمساوية والأوروبية واعترافات المنشق عميل الاستخبارات التركية فياز أوستورك حول محاولته وتلقيه الأوامر لاغتيال السياسية النمساوية من حزب الخضر من ذوي الأصول الكردية لو تسمعين حول دعم أردوغان لتنظيمات الإخوان المسلمين وخاصة المغاربة منهم في بروكسل وأولندا لو تعرفي علاقة أردوغان ودعمي لأحزاب اليمينية مثل حزب بانياز في السويت وحزب دينيك اليميني الهولندي المتطرف المعادي للمهاجرين وقس على ذلك ستعرفين مدى براءة الحديث الذي تقدم به ضيفك عن مثل هذا الكلام طبعا لا فرنسا ولا النمسا ولا غيرها من الدول التي حضرت الحزب الفاشي الذي تأسس عام 1969 على يد أرسلان تركيش حزب الزئاب الرمادية والذي بات الآن ينسق مع جماعات الإخوان المسلمين عموما تنظيم الإخوان المسلمين أسمح لي على المقاطعة هذا الحزب الذي هو حزب الزئاب الرمادية هي حركة متطرفة وحضرتها فرنسا في العام الماضي في شهر أكتوبر ماضي نعم وحضرتها نمسا قبل سنوات وحضرتها والعديد من الدول وضعتها تحت المراقبة مثل هولندا وألمانيا الآن هذا الحزب الآن ينسق مع جماعات الإخوان المسلمين لأن تنظيم الإخوان المسلمين الدولي وضع جميع خلايا في أوروبا تحت إشراف اتحاد الإسلامي التركي ورح ينسق معها مثال على ذلك قدّمت قبل سنتين في أحد المساجد الألمانية هذه صارت أوكار المساجد التابعة للتعبئة السياسية والأيديولوجية ولنشر الكراهية في المجتمعات الأوروبية المتعددة العراق قاموا بتقديم عرض مسرحي لأطفال أتراك يرتدون الزي العثماني ويقومون بقتل المقاتلين والمقاتلات الكرديات ويكافرونهم داخل الدولة الألمانية والأرمان هذه الثقافة التي تحدثنا عن دورهم الثقافي وعن ولائهم الثقافي هذا هو لكن أكثر من ذلك وأعمق وأخفر من ذلك هو دور التجسد سيكون أنت تضافي عن المقاتلين الأكراد الإرهابيين كأنهم موزعون الغروب وبينما تصف الآخرين بالأرهاب أنت تضافي في كل مرة تضافي عن المنظمات الإرهابية التي تستخدم اسم الأكراد هؤلاء الإرهابيون قتلوا الآلاف في تركيا في العراق في سوريا وأنت تضافي عنهم كأنت محامي للمنظمات الإرهابية أنت تضافي للمنظمات الإرهابية لا هذا يشرف غير محترم أنت لأنك تضافي عن الإرهاب أنت تتحدث أنت تتحدث عن الفاشية بنفس الوقت تضافي عن الفاشية الكردية الإرهابية ضيفي ضيفي كل ما ذكرته كذب كل ما ذكرته كذب أنت لست محل السياسي أنت إرهابي أنت إرهابي لست محل السياسي أنت لست تضافي عن الإرهاب طيب أسمحني أسمحني أنت تضافي عن المسخرة ضيوفي أسمحولي أيضا معي ضيفي أسمحني أستاذ أكتاي أستاذ أكتاي من فضلك أنت تقدم نفسك للخدمة من فضلك أنت تضافي عن الإرهاب سيكون لك حق الرد ولكن أيضا معي ضيفي دكتور سربست أسمحوا لي أيضا معي ضيفي من باريس حسن الحسيني الصحفي والمحلل السياسي أهلا بك معنا سيد حسن سيد حسن ما هي المخاطر التي تمثل هذه الجمعيات التركية ما هي المخاطر التي تمثل هذه الجمعيات التركية في داخل أوروبا تفضل المخاطر قد تكون في الأعمال التنظيم الذئاب الرمادية هو تنظيم فاشي شوفيني تركي سري أحيانا يأخذ طابة العلن كجمعيات خيرية أحيانا أخرى وهم متشددون وفي الماضي سعوا إلى ارتكاب الجرائم ضد الأكراد المخاطر هي التعبئة العامة التي تتخطى حدود الزئاب الرمادية لتطال محاولة التأثير على الجالية التركية ككل باتجاه دفعها نحو التقوقع عن المجتمع الفرنسي أو عندما تنخرت فيه للتأثير عليها باتجاه الدفع باتجاه العلاقات التقارب مع تركيا ليس تركيا العلمانية وإنما تركيا أردوغان نعم سيد سربست قبل أن أنتقل إليك بهذا السؤال أريد أن أسأل سيد أكتاي سيد أكتاي هناك أيضا حركة ماليلي جورش هي حركة ينتمي إليها نحو 100 ألف عامل في أوروبا ألمانيا تضعها على أنها منظمة متطرفة وهي تتبع لتركيا والتركيا تدعمها ماليا وتعتمد عليها كثيرا كأنها تحاول أن تستقطب الأقليات حتى وإن كانت غير مسلمة ما هو رد تركيا على ذلك؟ سأجيب سؤالك ولكن اسمح لي فقط تعقيب بسيط على ما جاء هذا السربست ليس محلس سياسي ومنتمي إلى منظمات إرهابية كردية أستاذ أكتاي اسمح لي ويطافي المنظمات ويتحدث عن الفاشية لو سمحت أستاذ أكتاي أنا رأحطيك حق الرد يا أستاذ أكتاي ولكن ضيوفنا الكرام عندما يظهرون معنا سأعني ضيوفنا الكرام عندما يظهرون معنا على الشاشة لهم كل الاحترام لا يمكن أن نجرح في مهنيتهم لا يمكن أن نجرح فيه حتى الوظيفة تختلف معا في الرأي لك أن ترد عليه في الرأي ولكن بدون تجريح على شاشة هذا ليس اختلاف في الريء يا سيدة الكريمة هذا ليس اختلاف في الريء ما رأيك في شخص يضافي عن المنظمات الإرهابية المجرمة مثل باقاكا مثل بايدا ثم يهاجم على الجميعات الخيرية التركية ويصفها بأنها فاشية ومتطرفة وما إلى ذلك هذا هو هجوم هذا الشخص معروف هذا من المجموعة متطرفة إرهابية التركية طب تفضل يا سيد سيدة هو ذكر أولا كثيرة يجب فاشي وليس حيث جمعية خيرية ميلي قروش الرؤية القومية ليست جمعية خيرية ولا ملائكة من يقوم بتمثيل مسرحيات إرهابية تدروا للإرهاب ليس جمعية خيرية كل الإرهابيين الذين استخدموا اسمح لي استخدموا عبر يعني أنتم أردتم الشخم التركية لماذا طعبتمين إذا لم تسمحوا لحق القوم هذا ما تقوله طيب اسمحوا لي اسمح يا رجل طيب لو سمحتوا هذا إرهابي أنا لا أتنعك شخصي يا أستاذ أكتاي من فضلك أستاذ أكتاي أنت تريد أنت أنا أريد طيب أستاذ أكتاي أنا لا أملك شخصي الرئيسي يوفي أرجو منك أن تهب لكن أردت لسؤالك طيب يا أستاذ أكتاي أنت إرهابي أنت إرهابي أنت لا تسمح أنت شوفي أنت لا تسمح لحق الرد أنا أسمح لك لا يا أستاذ لا يا أستاذ أكتاي أنا أسمح لك أنا أسمح لك بحق الرد ولكن أن تشتم ضيوفنا على الهوى هذا أمر غير مسموح لا تتصرف بالمهنية لا أنا أتصرف بمهنية ولكن أن تشتم ضيوفي على الهوى هذا أمر غير مسموح اسمحني إلا أن تهدأ أنت أطلقته ليجتم تركيا أطلقت صراحة فقط لشهر يا أستاذ أكتاي إسمعني طيب ممكن تهدى وتسمعني لك حق الرد أنا أسمعني لو سمحت لا إحنا إذن إسمحhe لي حق الرد أنا أسمح لك حق الرد يا أستاذ أكتاي بس ممكن تهدى لو سمحت لك حق الرد ولكن لا نقبل بأنك تهاجم ضيف وتتهمه بهذا الاتهام على شاشتنا أنا أتمنى أنا سألتك سؤال وخرجت من السؤال وتوجهت لهجوم على السيد سربست للمرة الثانية ولكن أنا سأنتقل سأسمح لي طيب باختصار لن يريد أن نعرف الإجابة من السيد حسن هذا جمية الذئاب جمية صغيرة في أوروبا قد تكون لها شخصار متطارفة ولكن هذه جمية غير هذه وجهة نظرك لها أفكار ولكن هذا لا تجعل أنها جميعية رئيسك طيب لو سمحتي يا دكتور سربست طيب علشان نقدر طيب لو سمحتي أنا سأنتقل إلى ضيفي في باريس أرجوكم سيد حسن من فضلك أنا أريد أن أعرف ما هو وضع حركة ميلي جورش التي تعتبر هي حركة متطرفة جروش جروش ميلي جروش طيب أريد أن أعرف وضع هذه الحركة وكيف يمكن أن تهدد المجتمع الأوروبي كما أنه لها تواجد في فرنسا أيضا تفضل التهديدات كما أشارت قد تكون مبهمة أو سرية أو من خلال الدعوة لنشر الأفكار المتطرفة أو الطلاقي ملاقات الطرح الذي يقوم به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من وقت إلى آخر لتحسين صورته كمدافع عن العالم الإسلامي والمسلمين في أزربيجان أو في فلسطين في غزة أو في أي مكان في سوريا للكسب داخلية نظرا لأوضاعه الاقتصادية الصعبة في الداخل هو يسعى في إطار الشعب لطرح نفسه كمدافع أساسي عن المسلمين في العالم نعم يعني يجب أن تضافي هذه الجميع عن المسيحية أنهم مسلمون من الطبيعة أن تضافي عن يعني أقائدهم عن يعني حضرتك يعني حضرتك بتسألني يعني حضرتك يعني يجب أن تتنصر حتى أنتم ترضوا عنهم يا أستاذ أوكتاي اسمح لي ولكن أنا أيضا ما سألتك بتفصيل ليس المطلوب ليس المطلوب ليس المطلوب التنصر ولكن يعني هل يعني هل عيب على الجميع أن تضافي عن البطن الأم متطرف أن تحافظ على روابط مع البطن الأم لو سمحت لو سمحت أنت لا تعرف عن شأن التركي شيئا أنت جاهل عن شأن التركي لا يا أستاذ أوكتاي ما لو سمحت أستاذ أوكتاي يعني أنا فقط أستاذ أوكتاي أستاذ أوكتاي أستاذ أوكتاي إذا كان لكم مشكلة مع الأردوغان هذا شيء آخر ولكن لا أسمح أن تشتموا بلادي يعني همكم الوحيد مع شأن تركيا وإذا تتعزن علاقة تركيا مع الزودي هل شعب في شعب شريك لا أستاذ بلادك تركيا 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 تنفق عليكم تركيا تنفق عليكم أما أنتم مسئلات أسوأ ما في شعب تركي بالمناسبة مليك روش وزياب الرمادية أنتم أنتم همكم لوحي شتم التركيا يعني تتركيا أنتم تابعونا تابعونا أنا 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 عندك كثير من الأسئلة أما كيف رح أسأل الأسئلة إذا الآن حتى الآن الحوار بهذه الطريقة تسمح لي أسألك سؤالي يا سيد أكتاي من غير ما تتعدى على ضيوفي وتتهمهم باتهامات أنا أريد أن أفهم نقطة معينة من ناحية سياسية مليك روش هذه تضم نحو مئة ألف عامل في أوروبا لا نتحدث عن ديانة نتحدث عن عمال وأقلية هذه المنظمة ألمانيا صنفتها على أنها منظمة إرهابية ولكن تعتمد عليها تركيا للضغط في الداخل الأوروبي وتحديدا في ألمانيا كيف ترد على هذه النقطة تحديدا يا سيدة الكرمة أولا نعرف ما هي مليك روش هذه الجميع نعم جميع إسلامية محافظة ولكن لا علاقة بأردوغان هذه الجميع طابعة لحزب أربكان وأردوغان منشك من هذا الحزب يعني أقصو حزب أربكان رئيس الوزراء السابق نعم لهذه الجميعية أنشطة دينية خيرية تعاوية وهذه الجميعية معترفة بها في ألمانيا نعم قد تصف البعض لبعض أفكارها على أنها متطارفة ربما لا تعجبها ولكن في النهاية هذه الجميعية جميعية وطنية لها أفكار دينية صحيحة ولكن بنفس الوقت جميعية خيرية تعلمية وما إلى خدمية وما إلى ذلك نعم ومعترفة بها في ألمانيا يعني لهذه الجميعية مؤسسات قانونية معترف بها ومصنفة إرهابية في ألمانيا هي مصنفة في ألمانيا على أنها منظمة إرهابية لا أبدا غير مصنف هذه معلومة كذبة غير مصنفة هذه المعلومة على ذمة الدراسة هذه المعلومة هذه الجميع معترفة في ألمانيا هذه الجميع معترفة قانونية في ألمانيا وفي جميع أوروبا وجميع رسمية لو سمحت أستاذ أكتاي عشان أكسب الوقت مع ضيوفي ولكن هناك معلومات هذه المعلومات نحن نحن أرجوكم أن تصححوا المعلومات أنت وأنت صححت المعلومة والمعلومة التي ذكرناها هي على ذمة الدراسة سأنتقل إلى الدكتور سربس دكتور سربس مثل هذه المنظمات كيف يمكن أن تستخدمها تركيا سياسيا لحشد الأصوات التركية في الخارج لصالح حزب العدالة والتنمية باختصار لأن هذا السؤال الذي سأختم به الحلقة الحقيقة ضاع الوقت في شمو شاحنات للأسف بكل الأحوال هذه التنظيمات تستند إلى عقائد أيديولوجية تؤمن بتفوق العرق التركي مؤخرة مثل ميليغوروش ميليغوروش يعني الرؤية القومية تدمج بين العنصر الهوية القومية التركية والهوية العثمانية الإسلامية وتعتقد أن العنصر التركي هم المؤهلون لقيادة العالم الإسلامي ولهذا سبب ينشطونها في أوساط الجالية ويضغطون على جالية الجالية التركية في أوروبا تتراوح من 6 إلى 7 مليون منهم مليوناء كردي منهم هذا الذي اخترع الفاكسين هو أحد ضحايا السياسات التورانية القديمة شاهين أوغوز هو كردي علون فليس بكل هؤلاء لكن أردوغان يمارس عبر الضغط على ذويهم في الداخل وعبر الضغط عليهم على جالية وترهيبهم وترويعهم لضمهم واخضاعهم لأجندته السياسية في أوروبا فضل عن ذلك محاولة تحكم بأصواتهم في الانتخابات وفي فشة المجالات فرض المناهج التربوية والعقائدية الأيديولوجية عبر مدارس خاصة يدعو إليها رئيس تركي في تركيا وخاصة المدارس التي تعمل تحت عنوين مدارس إسلامية خاصة وغير ذلك هذه الجمعيات ليست بريئة هي مراكز لتعبئة الأيديولوجية والسياسية وتخدم أجندة سياسية بأدوح شبيه وليس أن تكون جميع الشرعية لو سمحت يا سيد أكتاي لو سمحت يا سيد أكتاي لا تقاطعهم أن تكون جميعي رهابية يجب أن تكون حتى ترضى عنهم طيب لو سمحت طيب طيب شارفنا على انتهاء هذه الساعة شكرا جزيلا بتحبي أكم انتهت الساعة أشكركم جزيلا هذا سربست هو أنصر إرهابي لو سمحت هو أنصر في بيكا كان إرهابي لو سمحت هذا الضيف اسأله لو سمحت لو أنتهت الساعة يا أستاذ أكتاي يعني ضيفنا الدكتور سربست ضيفا ضيفنا الدكتور سربست في بيكا كان إرهابي دكتور سربست أشكركم جزيلا شكر ضيوفي الكرام كل ضيف له احترامه شكرا جزيلا لكم من اسطنبول المحلل السياسي أوكتايا الماز وأيضا من باريس حسن الحسيني صحفي ومحلل سياسي من أربيل وكان معنا أيضا من أربيل أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة كوية الدكتور سربس نبي شكرا جزيلا لكم مشاهدين على هذه المتابعة وأيضا الشكر لضيوف الكرام الذين كانوا معنا في هذه الساعة دوما تابعوا الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها وأيضا زوروا مواقعنا الإلكتروني الحدث في دوت نت إلى اللقاء